إن كنت تشتغل في الانترنت تحتاج سحب أو إيداء أموالك دون رسوم عالية أو كنت تمتلك منصة لبيع منتجاتك أو خدماتك وتريد وسيلة دفع آمنة وسلسة لزبنائك وإن كنت تحب الاستثمار في العملات الرقمية والاشتغال في مجال التداول فهذا الفيديو خصيصا لك سأشرح فيه البنك الإلكتروني الغني عن كل تعريف بيار وسأريكم إن شاء الله طريقة فتح حسابه وتفعيله وكذلك طريقة إيداء وسحب الأموال منه دون مشكل إذن على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفاهم عام اليوم سنقوم بشرح موقع بايير أو البنك الإلكتروني بايير هو عبارة عن بنك مثله ومثل البنوك الأخرى المشهورة كبايبال، بايسيرا وبيونير ولكل واحد خصائصه ومميزاته بما يقدمه من خدمات لكل مستخدم كيفما كان نوعه فرد أو شركة والبنك الإلكتروني بايير فيه أكثر من ذلك بكثير أي مميزات جديدة وخصائص وخيارات متنوعة تجعلك في هذا البنك حرا في كل التعاملات المالية إذن إن كنت ممن يريد أن يتحرر من كل القيود التي تفرض عليك بعض البنوك الإلكترونية الأخرى سواء في مجال المعاملات المالية أو في مجال تحويل العمولات فإليك طريقة إنشاء حساب بايير وتفعيله نقوم بالتوجه إلى رابط الموقع سوف أتركه لكم في وصف هذا الفيديو إذن واجهت البرنامج على الشكل الآتي نقوم بالدخول إلى هذه الأيقونة يعني فتح حساب ثم هنا نقوم بوضع الجمايل الخاص بنا ثم بعدها يعني إنشاء حساب هنا سوف نتوصل بكود أو رقم سري في الجمايل الذي قمنا بإدخاله سابقا وذلك ليتحققوا فعلا من أن هذا الإيميل خاص بنا ثم بعدها نقوم بإدخال هذا الرقم السري الذي توصلنا به هنا ثم بعدها create account والآن ستظهر لنا هذه المعلومات الخاصة بحسابنا فهنا الباسورد الخاص بنا وكذلك كود سري وكذلك رقم الحساب وبه يمكنكم التوصل بأموالكم ثم بعدها next الخطوة التالية هنا نقوم بوضع المعلومات الخاصة بنا يجب أن تكون حقيقية يعني الإسم الشخصي وكذلك الإسم العائلي والدولة التي تنتمون إليها بعدها هنا تفتح لنا واجهة البرنامج وهنا لدينا أيقونة يجب علينا أن نقوم بتحميلها من هذا الزر لأنها ستعطينا text يعني عبارة عن صفحة فيها جميع المعلومات الخاصة بحسابنا الباسورد، اللوغين، والإيميل، وكذلك الكود الخاص بنا وهذه المعلومات يجب أن تحتفظ بها في مكان آمن إخواني إذن هذه هي وجهة حسابنا فهنا يعرض لنا البنك جميع العملات التي يتعامل بها هنا نجد الدولار، هنا الأورو وبعض العملات الرقمية كالبيتكوين، الداتش ومجموعة كبيرة أخرى إذن ما يهمنا هنا هو الذهاب إلى هذه الأيقونة واختيار البروفايل لضبط إعدادات حسابنا وهذه ضرورة إخواني حتى لا تواجه أي مشاكل مستقبلا إذن من هنا نقوم بتفعيل حسابنا هنا نختار نوع الحساب برسونال يعني شخصي هنا أختار العملة التي أود التعامل بها أختار هنا الدولار هنا أضع الإيميل الخاص به وهنا كذلك رقم الهاتف ثم أقوم بالنزول وأتم هذه البيانات هنا الإسم وهنا النسب هنا الدولة وهنا سأختار تاريخ الإزدياد أنتقل إلى المرحلة الأخرى وهنا إما أن أقوم بأخذ صورة لهذا الكود بهاتفي وتتمت عملية تفعيل الحساب عبر الهاتف أو أقوم بالنزول إلى هنا وأقوم بملء هذه البيانات أو رفع هذه الملفات فمثلا هنا يخبرونني بأنه يمكنك رفع الباسبور أو البطاقة الوطنية فأنا سأختار هنا البطاقة الوطنية وأقوم بتحميلها ويجب أن تحمل البطاقة من الواجهتين وهنا نقوم برفع وثيقة تؤكد بأن العنوان الذي قمنا بوضعه في البنك عند إنشاء هذا الحساب هي متابقة للعنوان الذي نقطن به وفي الأخير نقوم برفع هذه المعلومات كاملة وننتظر حتى يقوم البنك بالتحقق من هذه المعلومات وبالتالي يصبح الحساب مفاعل مئة بالمئة وليست عليه أي عراق الموقع في هذه الخانة يذكرنا بأنه رغم أن الحساب غير مفاعل إنه يمكنك استعمال هذا الحساب واستقبال أكثر من ألف دولار أو سحب أكثر من ألف دولار على حسابك دون أن يكون مفاعل وهذا جميل وجميل جدا ثم تاني نقطة والأهم في هذا الدرس هي أمان حسابنا فهنا تظهر لنا مجموعة من الخانات والهدف منها هو التحقق عن طريق خطوتين وهذا حتى يتأكد فعلا البنك بأن صاحب الحساب هو الذي يقوم بفتح الحساب هنا تختار متى يمكن للحاسوب أن يتحقق بهاتين الخطوتين من أنك فعلا أنت الذي قمت بفتح الحساب مثلا عند تغيير الـ IP address الخاص بنا المهم أنتم تختارون الذي يبدو لكم مناسب ثم هنا يقول لكم ما هي الطريقة التي تريدون أن تتأكدوا فيها من حسابكم إما عن طريق الإيميل أو عن طريق الـ SMS أو عن طريق تليجرام أنا أختار الـ SMS وبعدها تقومون بإدخال رقم هاتفكم ومباشرة عند الدخول من حاسوب آخر أو من جهاز آخر فسوف يرسلونك إشعار أو كود في هاتفكم حتى يتأكدوا من أنك فعلا صاحب هذا الحساب ثم هنا الباسورد هنا سوف تقومون بإدخال الباسورد الذي قدمه لنا البنك في المرة الأولى عند التسجيل وهنا نقوم بإدخال الباسورد الخاص بنا ثم نكرر هذا الباسورد الجديد الخاص بنا وتذكروا إخواني يجب أن يكون هذا الباسورد متكون من كلمات يعني ماجسكول مينسكول أرقام وحروف وكذلك كاركتيريستيك حتى يكون صعب الإخترق ثم هنا لدينا نوتيفكاسيون هذه الخاصية جميلة جدا هنا يقوم البنك بالتأكد من أنك فعلا صاحب المعاملة التي قامت بحسابك وهنا يقومون بإخبارك بأن حسابك قمت به بهذه العملية ومثلا أي عملية انطلاقا من دولار فما فوق فمباشرة عندما يقوم البنك باستقبال أو إرسال أي دولار فيقوم البنك بإرسال رسالة لك أنت تختار من هنا هل تريدها عن طريق الإيميل أو عن طريق الهاتف وأنا أفضل دائما الهاتف لأنه دائما معنا ففي بعض الأحيان يعني الإيميل تتأخر فيه الرسائل لذلك أفضل الأسامس إذن هذه من أهم النقطة التي أردت أن أبينها لكم إخواني في هذا الفيديو ونقوم بالذهاب إلى هنا طريقة الإيداع يعني كيف نقوم بإيداع الأموال في حسابنا فهنا العملة التي نريد أن نتعامل بها فمثلا يمكنك أن تختار الدولار أو الأورو وكذلك اختيار كذلك العملات الرقمية فمثلا سأختار الدولار وهنا كذلك يخبرونك بأي طريقة تريد أن تدفع إما عن طريق الماستر كارد أو الفيزا كارد أو عن طريق العملات الرقمية فمثلا إن أخترت الفيزا كارد فهنا يظهر لي الحد الأقصى للتعاملات وهذا حد كبير جدا لذلك ليس لدينا مشكل هنا هنا المبلغ الذي سوف يكون عمولة خاصة بالبنك وهنا الأهم هو أن هناك دول التي لا يقبل هذا البنك التعامل معها والكارد فيزا الخاصة بها هنا نجد أمريكا، كندا، جابون، نيوزيلاندا، المكسيك مجموعة كبيرة من الدول وما يهمنا هنا هو أنه للأسف هناك سوريا والسودان هم من الدولتين عربيتين وفلسطين كذلك لا يمكن للأشخاص الذين يقتلون بها أن يستفيدوا من هذه الميزة لكن ليس هناك مشكل فيمكنك اختيار العملات الرقمية مثلا البيتكوين فعند اختيار مثلا دفع عن طريق البيتكوين لا تجد هنا أي دولة محضورة لكن في حالتنا نحن في المغرب الجزائر تونس مصر يعني الدول العربية السعودية إلى غير ذلك التي لم تذكر هنا فيمكننا الاستفادة مثلا أريد أن أضع 100 دولار سوف أضع هنا 100 دولار هنا سوف يقوم البنك بخصم 5.26 دولار وهذا مبلغ جيد ففي حالة أردت أن أدفع أقوم بالضغط على Add ومن ثم تظهر لي أماكن المعلومات الخاصة بالبطاقة الخاصة بالكود وكذلك تاريخ انتهاء البطاقة وكود VCC وهذه المعلومات الكل يعرفها والآن نلتقل إلى طريقة سحب أموالنا أو كذلك تحويل أموالنا إلى شخص آخر فنذهب إلى هذه الخانة وكما تشاهدون هنا تحويل من Pair تختار هنا التمبليت التي تريد إما فيزا كارد أو عملات رقمية أو ماستر كارد كما شرحنا سابقا وهنا هذا الرقم تأخذه من صاحب يعني Pair فهذا الرقم هو هذا الرقم كل حساب لديه رقم خاص به يبتدئ بحرف P هنا نقوم بوضع يعني هذا الرقم الخاص بالشخص الذي نريده أن نحول له مبلغ مالي وهنا نضع مثلا 100 دولار يعني هنا تظهر لنا بأن الاقتطاع سوف يكون 0.5 دولار وهي نسبة ضئيلة وضئيلة جدا وبالتالي فهذه العملية يعني لا تتطلب أي مجهود كبير ثم نلتقي كذلك لنشرح هذه الواجهة فهذه الواجهة خاصة بالتداول بالنسبة للأشخاص الذين يحبون يعني شراء يعني العملات وكذلك المتاجرة فيها فهناك سوق كبير وضخم هنا والجميل هو أنك تستطيع أن تشتري يعني الدولار بتمن أقل مما هو به في السوق وكذلك العملات الرقمية لكن هذا المجال يتطلب دراسة ويتطلب بعد يعني مناء الخبرة لا أنصحكم بالدخول إلي إلا وأنتم لديكم خبرة مسبقة أما هذه الواجهة فخاصة بتحويل العملات فمثلا أنا كنت أملك البيتكوين وأريد أن أحولها إلى الدولار فما علي سوى تحديد القيمة التي أريد أن أحول وثم أقوم بتحويلها بكل سهولة دون الحاجة إلى وسط آخر وكان هذا هو شرحنا لهذا الحساب بايير إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالموضوع وإن كانت هدية أول زيارة لك أخي أختي للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة